ونريد ترحب بكم لدينا فخر والاعتزاز بوجود رئيس جمهورية زامبيا سيدات والسادة الشرف من السادة سيد هاكيندي هشيليمة رئيس جمهورية زامبيا أرجو التفضل لسياداتكم بالكلمة شكرا لكم سادة مديرين المراسم صباح الخير لكم جميعا للرؤساء والزعماء الدول دعني أن أشرق فخامة الرئيس وأحيي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الدورة الحالية لتجمع الكوميسا وسيد إبريستي داشمية رئيس جمهورية بورندي ورئيس الدول شرق أفريقيا سيدات والسادة رؤساء الدول وزعماء الدول والحكمات السادة الوزراء معالي وزراء الزامبي والسادة الممثلين عن دول الكوميسا السادة الوزراء السادة الوزراء السادة الوزراء ويجب أن أقول لوساكا بالأمس سيدات والسادة دعني رحب وكافة التهاني القلبية الحارة لكم اليوم بالنسبة نيابةنا عن الشعب الزنبي في هذه قمة لوساكا الحالية القمة الثانية والعشرين من دولة القصص نحن ساعدين جدا باستضافة هذا الحدث الهام لتجمع الكوميسا سادة الحضور ساعدين جدا بوجودكم هنا متهذا تنظيم رائع بالنسبة أنه من الفخر والقارة لدولة زامبيا في استضافة هذا الحدث الرائع وشكرا لقدومكم هنا في هذه المرحلة نحن ننعي إلى رؤساء والزعماء الدول ونشكرهم على قدومهم في دولة زامبيا نحن ساعدين جدا بتمثيلهم المشرف والجهات الرسمية الموجودة هنا لإرسالهم ممثليهم الرسميين لحضور انطلاق أعمال القمة الثانية والعشرين نحن نتمنى لنرشح سيادتكم للرئاسة نستمد منه العزة والكرامة وجهوده المبزولة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المدة التي قضاها كرئيس لقمة الكوميسا شكرا لك سيادة الرئيس نحن نقدر بتقدير مماثل لكم جميعا السادة زعماء الدول والحكومات التي قادموا في هذه الفترة نحن نعلم جيدا اهتمامكم وتقديركم والتزامكم لحضور تجمع كوميسا اليوم نعم اعمال القمة اليوم لتجمع القصر نحن نقوم بتعزيز سبل التعاون ودفع عقلة التنمية من خلال الاستثمار والتجارة نحن 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 نعترف بكافة التقصير والقصور تجاه الاستثمار اثناء فترة جائحة كورونا بعض الاسباب كانت بسبب وبعض القصور كانت بسبب عدم الاستقرار في المنطقة او على المستوى الاقليمي نحن وجهنا العديد من التحديات وعدم استقرار من المنطقة ولكن هذا يعني انه كان هناك العديد من الجهول المبزولة من اجل توحيد المنطقة ومن اجل استقلال المنطقة هذه هي اجندتنا وقلسات اعمالنا علينا ان نقوم بكل شيء ممكن من اجل حرص على استقلال وسلامة جميع دول القارة بشكل منفرد وايضا تحقيق السلام والاستقرار في كافة انحاء افريقيا على مستوى جميع المجالات لدينا العديد من المشاكل لدى الهجرة ولصغار السن وبعض المشاكل بالنسبة لتلف المنشآت العامة والخاصة نحتاج الى استقرار دول الكوميسا بالتأكيد بالنسبة لقاراتنا ايضا نحتاج الى الاستقرار علينا علينا منذ متى اتينا ومتى وقفنا وهذه النقطة تحديدا من حيث التحديات التي وجهناها لقد وجهنا تلك التحديات بمرونة بالغة وجهنا اتضمن ان نحن كاتحاد قاري وافريقي علينا توحيد المعاملة والتجارة الاقليمية في قارة افريقيا واتفاقية المنطقة الحرة الافريقية نحن علينا مواجهة التحديات كصخرة جامدة لا تتزعزع نحن لدينا البراعة لدينا الابتكار لدينا العديد من المبادرات حتى عشرين ستة وثلاثين لدينا العديد من الانجازات التي يجب ان نحققها نحن كقارة افريقيا لا ينبغي ان نستمر كمراقبين للموقف علينا ان لا نتوقع بانتظار الاخرين لاتخاذ قرارات للقارة الافريقية من خلال التجمع الاقتصادي وتجمع القمصة علينا كركيز اساسية لاجتماعة الجلسة القارية نحن لدينا المهارة من خلال العلوم التي اكتسبنا من اصل القرى الافريقية لدينا خمسمائة وتلاتة وتمانين شخص من دول الكوميسة يحاولون التطوير حتى من خلال التوزيع الجغرافي وعدد الكيلومترات التي يقتنها تلك المواطنين لدينا العديد من المصادر التي يجب ان نستغلها كيف ندير كيف نستغل تلك المصادر الطبيعية كقارة افريقية وايضا نحن نعرف ذلك ونقدر اهمية تلك المقدرات والاهمية للعمليات الحيوية كالمياه المياه احد اهم المصادر الطبيعية علينا الحفاظ عليها يجب علينا ان نستغل ونستخدم الاستخدام الامثل هذا من الهام جدا ان نستغل وكيف نقوم بتنمية مستدامة هذا هام جدا كيف نقوم قدرة افريقيا بمناسبة تلك التحديات وتلبية هذه الاحتياجات من اجل نمو وتطور شامل سيادة الرؤساء زعماء الدول السادة الحضور نحن لدينا رغبة جامعة وجامحة من اجل التطوير وبالتحديد التكامل الاقتصادي الدولي والافريقي والاقليمي كيف نقوم بإدارة مصادرنا الخاصة بشكل متعاون وتنفيذ كافة السياسات التي تحثنا لتطوير سكاننا وشعوبنا وبالتأكيد اسهامتنا للقارة والدول على الصعيد العالمي لدينا برامج خصيصة ومحددة من اجل التطوير المستدام سيد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيد السادة الحضور الكرام في الختام اود ان اقول انه من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي في القارة ان من جلسات الاجندة والاجتماعات جدوى الاعمال القارة الافريقية نضع بصمتنا كدول الكوميسا من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي واتخاذ كافة القرارات الاستراتيجية كنقوم بتوطين الصناعات وتحقيق التكامل الاقتصادي لدى شعوب القارة وفي حضور فقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اقول حقا انه لدينا شكراكاء من عديد الدول وسواء كانوا من القطاع الخاص قاموا بتضافر للجهود وبذل العديد من الجهود لنقوم بتحرك الدول الافريقية شكرا لكم على دوركم الذي لعبته للقارة حتى لانفسكم في المستقبل الساعدين نحن علينا في خلال غضون بضعة ايام ان نستمر في تنفيذ كافة المشروعات انا متأكد انكم سوف تستمتعون الثقافة الذنبية الاستضافة من الشعب الذنبي العظيم لدى شعوبكم الكريمة نحن نشجعكم على ان تجلسوا وتستمتعوا بالاجواء في دولة زنبيا ليومين اضافيين لتسترخوا لتسترخوا عليكم ان تتواصلوا مع اصدقائنا واشقائنا كيف اهمية تطوير العلاقات من الصعب جدا من الصعب جدا تطوير العلاقات بين الدول ولكن من السهل تطوير العلاقات بين الاصدقاء سعيد جدا بتباجكم من اجل مجتمع افريقيا وسعيدين باستضافة السادة الاشقاء العرب علينا ان نضمن الاهتمام الصداقات والعلاقات بين الاصدقاء وبين الدول وبين الاشخاص سعيد جدا باستضافتكم في زنبيا لأعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع دول الكوميسا اشتركوا في القناة